أهلا بك وعالم كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان هنا من أستاذ السلام وعودة من جديد إلى البطولة المحلية مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة الخامسة من الدور العام وعودة من جديد للنادي الأهلي للبحث عن النجمة الرابعة بعد فترة طويلة خلال الفترة الأخيرة كان بيبحث نحو أو بيسير في طريقه نحو اللقب التاسع القري الكابتل حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الأهلي اختار تشكيلته الرسمية ليلعب بها مباراة الاتحاد السكندري وبالتالي يبدأ الأهلي في حراسة المرمى بشريف إكرامي خط الظهر من الليميل الشمال محمد دهاني سعد سمير رامي ربيعة وحسين السيد اتنين نواسط ارتكاز حسام عشور وعمر السلية وأمامه صالح جمع أحمد حمودي جونيور أجايه وفي الهجوم وليد أزارو على دكة البودلاء أحمد عادل عبد المنعم محمد ده نجيب كريم ندفد أكرم توفيق مؤمن زكريا عماد متعب ووليد سليمان خرج من قائمة مباراة اليوم كان كابتن حسين كان يختار 21 لعب لمباراة الاتحاد السكندري بعد اختيار الأساسي ودكة البودلاء خرج من القائمة محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد ياسر ريان المباراة طبعا إذا ما احنا عارفين بعد قرار لجنة الحكام بالتحاد قرات القدم برئاسة عصام عبد الفتاح سيكون خمس حكام هو طاقم التحكيم خلال مباراة الدوري في الفترة الحالية فبالتالي مباراة اليوم سيدرها الحكم الدولي كابتن محمود البنة لكن على جانبي حراسة المرمى سيكون الحكم الدولي طبعا إبراهيم نور الدين والكابتن محمد عادل مباراة اليوم راقبها محمد السكران وهو مراقب مباراة اليوم وبالمناسبة هو الشقيق الأكبر للحكم الدولي المساعد المعتزل الكابتن دياء السكران بالنسبة لتشكيل فريق الاتحاد السكندري والذي اختاره الكابتن هاني رمزي المدير الفني الهاني سليمان في حراسة المرمى رقم واحد خط الظهر محمد الشازلي رقم خمسة محمد عطوى رقم ستة هشام شحاطة رقم ثلاثة ورمزي خالد رقم أربعة في وسط الملعب محمود شعبان سبع وعشرين وعشور الأدهم اتنين وعشرين أمامهم خالد الغندور ومحمد علي منصر وهو أحد اللاعبين المعاريم من نادي أتراجي تنسي لمدة تاموسين وفي الأمام أحمد الألفي وكواكو منسو على دكة البودلاء عمري خليل رقم ستاشر محمد بازوكا رقم عشرين محمد عادل رقم تمانية محمود كابونجا رقم سبعة فوز الحناوي وأحد اللاعبين المعاريم من النادي الأهل وبيؤدي خلال الفترة الأخيرة بشكل جيد جدا يجلس اليوم على دكة البودلاء فوز الحناوي رقم اتنين وتلاتين وأيضا محمد ناجي جده رقم خمستاشر وحسام بولو رقم تلاتاشر وبالتالي دكة البودلاء بتتميز بوجود عناصر قوية جدا الأمثال محمد ناجي جده وحسام بولو يمكن من عناصر خبرة في الدوري الممتاز الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة تحديدا الكابتن حسام البدري كان بيرى أن علي معلول في أشد الحاجة للراحة خوفا علي من الإجهات خاصة بعد أداء مبارات غينيا في مدينة كوناكري بالنسبة للمنتخب التونسي في تصفيات كاس العالم ووصل في رحلة تيران شقة من غينيا إلى تونس ومن تونس إلى مصر وبالتالي كان في أشد الحاجة إلى الراحة خاصة أنه يشعر بإجهد في عضلات الفغز ففضل الجهاز الفني رحته في هذه المباراة والاعتماد عليه خلال الفترة القادمة خاصة أن هناك تفكير بشكل كبير جدا في المباراة القادمة قبل أو تحديدا المباراة الرجاء قبل خد مباراة النجم الساحلي التونسي بعد عشرة أيام من الآن أحمد فتحي بيغيب بالطبع جهاز الفن أيضا فضل رحته نتيجة مشاركته خلال فترة أخيرة مع المنتخب الوطن وفضل الجهاز الفن الاعتماد على محمد هاني لأنه بالطبع سيكون أحد العناصر الداعمة لتشكيل فريق النادي الأهلي في مباراة النجم في ظل غياب أحمد فتحي عن لقاء النجم بسبب الإيقاف والحصول على إنذار الأساني في شكل عام الأمور داخل الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي بتسير بشكل جيد هناك دوافع جديدة خلقها الجهاز الفني مع اللاعبين نعلم جميعا أن هناك عدد كبير من اللاعب النادي الأهلي كان متواجد في معسكر المنتخب الوطن وبالتالي نشوة الفوز والفرحة والتأهل لكأس العالم كلها أمور قد طبعا رغم خبرات لعبي النادي الأهلي لكن كلها أمور حتى إحنا كإعلامين حتى هذه اللحظة بنتكلم عن الانتصار والوصول لكأس العالم فتلك النشوة نشوة الانتصار والفوز بالطبع قد تؤثر بشكل ما على أداء الفريق فبالتالي الجهاز الفني تعامل مع هذه المسألة بشكل جيد جدا خلال محاضراته الأخيرة وضرورة أن الفريق يسير بشكل جيد أو يركز بشكل كبير في المباريات المحلية أمامنا ست نقاط مباراة الاتحاد ومباراة الرجاء قبل لقاء النجم الأهلي لم يلعب حتى الآن في الدور العامس ومباراة طلاق الجيش وكانت البداية للأسف نتيجة الأخطاء التحكمية خسر الأهلي نقطتين مهمين وحصل نقطة نتيجة التعادل وبالتالي تأخر الأهلي في جدوى نتيجة المباراة الموجلة قد تجعل هناك ضغوط مع انتظار كمان المباراة الأفريقية وإن شاء الله الأهلي يسير في المباراة الأفريقية بشكل جيد جدا الأجواء هنا في استادة السلام الجو بارد بدأنا فيه خلاص بقى فصول أو فصل الشتاء الأجواء باردة الملابس الشتوية الكل يبدأ يستعد للمرحلة القادمة لكن جو قروي أرضية ملعب السلام يمكن نجيلة قيلة شوية لكن بشكل عام بالتأكيد الأهلي دايما في مباراةه بيعتمد على رش المياه على أرضية الملعب من أجل سلاسة الحرقة واللعب السريع وأن الحرقة أو كرة تسير بشكل سريع داخل ملعب المباراة بشكل عام هناك اتمئنان لدى الجهاز الفن على حالة اللعبين إن شاء الله الأهلي يحزد السلاسة نقاط مباراة هامة جدا مباراة قوية لأن الاتحاد السكندري خلال المرحلة الأخيرة وده اللي أكد عليه كابتن حسين في مخاضراته مع اللعبين فريق بيلعب كرة هجومية أحرص تسع أهداف لكن مونيا مرمى تسع أهداف وبالتالي هناك احتمال أو توقع أنها ستكون مباراة مفتوحة خاصة أن دكة الاتحاد في عمل عن ناصر الهجومية اللي قد يعتمد عليها حسب بأسية ومجريات المباراة إليك الكلمة كابتن ميدو إذا كان لديك أي استفسار آخر هنا من ملعب السلام وهذه المباراة الهمة جدا الأهل والاتحاد السكندري في الجولة الخمسة في الدولة العامة